موسيقى مشاهدين العزاء أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع السيد روبرت تيرنر مدير عمليات الأونروا في غزة حول قضية هامة وملحة تشغل بال العديد من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ألا وهي قضية نتائج مسح الفقر والاستئناف حول هذه النتائج سيد تيرنر لقد انتشر مؤخرا لغة كبير وسوء فهم فيما يتعلق بنظام الشكاوى لنتائج مسح الفقر لذا سمح لي بأن أطرح عليك السؤال على النحو الآتي تقدم الأونروا للاجئين الفلسطينيين في غزة وفي باقي مناطق عملياتها خدمات عالية الجودة كالتعليم والرعاية الصحية الأولية إلا أنه عندما يتعلق الأمر بتقديم المعونات الغذائية فيبدو بأن الأونروا لا تستطيع توفير تغطية شاملة لاحتياجات كافة اللاجئين الفلسطينيين في غزة واسمح لي بأن أخص بالذكر غزة تحديدا كيف يمكنك أن تفسر لنا هذه المسألة الهامة تقدم الأونروا العديد من البرامج كالصحة والتعليم والتي تمتاز بشمولية الوصول إليها بمعنى أنه يمكن لأي لاجئ مسجل الاستفادة من هذه القدمات المتوفرة طالما أراد ذلك ومن جانب آخر لدينا نوع آخر من التدخلات كالمعونات الغذائية والتي تستند إلى الاحتياجات وتقدم لأولئك الذين يحتاجونها فقط وبالتالي فما نقوم به هو جزء من أعمالنا الروتينية الدورية وهو إجراء مسح للفقر لضمان دقة النظام استهداف المعونات الغذائية للمستحقين لها وهدفنا هو التأكد من حصول كافة الذين يعانون من الفقر على هذه المعونات الغذائية وتقوم الأونروا بمثل هذا الإجراء بشكل دوري ولذا فيجب على الجميع إدراك أن الأونروا لا تقوم بتقليص المعونات الغذائية التي تقدمها وإنما تقوم بتوجيه هذه المعونات للاجئين الذين تنطبق عليهم معايير الفقر وفي واقع الأمر فإن أعداد اللاجئين المنتفعين من المعونات الغذائية تتزايد حيث إنه في بداية العام وصل العدد إلى ما يقل عن 800 ألف لاجئ أما الآن فهذا العدد ارتفع إلى نحو 814 ألف لاجئ يتلقون المعونات الغذائية إذن فالأعداد تتزايد وليس العدد أجل إنها تتزايد وحتى مع دورة الاستهداف الحالية فالأعداد أعلى مما كانت عليه في أول العام ونتوقع بأن تتزايد أكثر خلال العام القادم وبالتالي فإن اثنين من كل ثلاثة لاجئين يستمرون في تلقي المعونات الغذائية اثنان من كل ثلاثة؟ أجل اثنان من كل ثلاثة في غزة؟ في غزة أعتقد بأنه من الهام جدا توضيح هذا الأمر للجميع كما بيّنت لك سابقا فالاعتقاد السائد هو أن الأنروا تقوم بتقليص أعداد المنتفعين من المعونات الغذائية وهذا ليس صحيحا والأمر لا يتعلق بالوضع المالي أو التقليصات الخاصة بالموازنة وإنما يتعلق الأمر بدقة الاستهداف وأن المعونات الغذائية تذهب للمستحقين لها لقد أجرت الأنروا عملية مسح الفقر مؤخرا ثم تم إبلاغ اللاجئين الذين تم تصنيفهم بأنهم غير مستحقين للمعونات الغذائية بأنه يمكنهم تقديم شكاوى لإعادة النظر في التصنيف أجل يمكن لأي لاجئ غير راض عن التغيير في تصنيفه تقديم شكوى وليس فقط من تم تصنيفه بأنه غير مستحق للمعونات الغذائية ومرة أخرى أود التوضيح بأن هذا جزء من عملية مسح الفقر الروتينية الدورية التي تجريها الأنروا والتي تبدأ بزيارة يقوم بها الباحث الاجتماعي للأسرة لملء استمارات الاستبيان وبناء على ذلك يتم تصنيف الأسرة ضمن إحدى الفئات الثلاثة وهي الفقر المدقع والفقر المطلق وغير الفقراء وإن كانت الأسرة تعتقد بأن التصنيف الذي حصلت عليه غير دقيق فيمكنهم تقديم الشكوى حول ذلك ومن ثم تقوم الأنروا بدراسة بيانات ومعلومات إضافية وبناء عليها إما أن يتم الحفاظ على التصنيف أو يتم تغييره على سبيل المثال في هذه الدورة الأخيرة تلقت نحو 11 ألفا وثلاثمائة أسرة إختارات بتقليص كمية المعونات الغذائية التي تلقاها أو توقف تلك المعونات وذلك بناء على عملية مسح الفقر وقد قامت نحو ثمانية آلاف أسرة منهم بتقديم شكاوى لإعادة النظر في التصنيف وتم تأييد نحو 55% من هذه الشكاوى مما يعني أن هؤلاء الذين يمثلون الـ 55% سيستمرون بتلقي المعونات الغذائية أما البقية فلن تتلقاها وتقوم الأنروا في هذا الشهر بإختار الأسر بهذه المعلومات ابتداء من هذا الأسبوع وحتى جزء من نظام الاستهداف الدوري المعتد الذي تعتمده الأنروا اسمح لي فقط بأن أكرر ما تفضلت به فقد أخترت الأنروا أكثر من 11 أسرة بتغيير في تصنيفها ونحو 80% من هؤلاء لم أكن مخطئة قد تقدموا بالشكاوى ثمانية آلاف من أصل نحو 11 ألفا أي نحو 3 أربع وقد تم تأييد شكوى 55% منهم وهذا يعني أكثر من نصف الذين تم إبلاغهم بتغيير تصنيفهم أكثر من نصف عدد الذين تقدموا بشكاوى وكما بينا منذ البداية أنه إن تم تقديم الشكاوى خلال 15 يوما من تلقي الإختار بنتائج مسح الفقر وتم تأييد الشكوى فستبلغ الأسرة بذلك وستتلقى نصيبها من المعونات الغذائية خلال دورة التوزيع الحالية كي لا تفقد حقها فيها وقد التزمنا بهذا الأمر فال55% من الذين تقدموا بالشكاوى والذين تم تأييد شكواهم وتقوم الأنروا بإبلاغهم بذلك سيتلقون المعونات الغذائية الخاصة بهم خلال شهر ديسمبر كي لا يفقدوا حقهم في دورة التوزيع الحالية أعذرني للتكرار وأنا أدرك أنك نوهت لهذا مسبقا ولكن هل أفهم من سيادتكم أنه ليس كل من تلقى إختارا بتغيير التصنيف قد تقدم بالشكوى لا ليس الجميع إذن فجزء من الذين لم يتقدموا بالشكوى سيتم الحفاظ على تصنيفهم الجديد بأنهم غير مستحقين للمعونات الغذائية ليس بالضرورة أن يكونوا غير مستحقين فقد يكون تغيير تصنيف الأسرة من الفقر المدقع إلى الفقر المطلق من فئة إلى أخرى أجل وبالنسبة لنتائج مسح الفقر ونتائج نظام الشكاوى إلى مات ستظل هذه النتائج سارية المفعول ستظل سارية المفعول لمدة عامين إن لم يطرأ أي تغيير على الموقف أو الحالة وهدفنا هو بأن يتم تقييم كل أسرة تتلقى المعونات مرة كل عامين وأي أسرة ترغب بإعادة تقييمها يمكنها طلب ذلك مرة كل عامين كذلك كما توفر الأنر وخيارات أخرى نتيجة لوضع غزة شديد التقلب والاضطراب ونحن نتفهم ذلك ونريد التأكد من قدرتنا على التعامل مع الأمر ففي حال حصول أزمة حادة للأسرة كوفاة رب الأسرة أو فقدان مصدر الدخل فيمكن حينها اتخاذ تدابير خاصة لإجراء تقييم استثنائي وطارئ ولكن يجب أن يتم ذلك نتيجة تغير جوهري في الحالة للدفع باتجاه مثل هذه الخطوة وفي حال حصول مثل هذه الأزمة فيجب على الأسرة المتضررة حينها التوجه لمكاتب الأنروا أجل يجب عليهم التوجه إلى مكاتب الخدمات والإغاثة لإبلاغ الأنروا بالتغيير الحاصل أجل أجل سيد تيرنر شكرا جزيلا لكل هذه الإضاحات التي تشتد الحاجة إليها في هذا الوقت تحديدا العفو شكرا لك في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر جزيلا من سيد روبرت تيرنر مدير عمليات الأنروا في غزة على هذه التوضيحات والتسيرات التي قدمها لنا حول هذه القضية الهمة والملحة والتي نعرف أنها تشغل بال العديد من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات تريدون إجابات عليها من مدير عمليات الوكالة الرجاء التي تتردد في إرسال هذه الرسائل لنا على portal.onor.ps في النهاية هذه مليوني شهين تحييكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة